اشتركوا في القناة نخدها بسرعة المصر يوم الصفحة الاولى وحدة عربية ضد الارهاب والاخبار الصفحة الاولى منشت مفاجأة زعيم كالات الاسكندرية الارهابية مدير عام بمديريات الامن والاهرام الصفحة السبعة منشت مياه الامطار تغرق القاهرة والمحافظات والشروق الصفحة الاولى السيسي يعلن الاستقالة رسميا الاثنين المقبل والمصر اليوم الصفحة الاولى عندنا منشتين الاول لجنة انتخابات الرئاسة تبحث اصدار لائحة تنفيذية للقانون اليوم والخبر الثاني اخلاق سبيل عز بكفالة اتنين مليون جنيه في قضية اسهم الدخيلة وبنرجع للاهرام الصفحة الاولى مساعد استقناف مشاركة مصر في انشطة الاتحاد الافريقي واخر خبر من المصري اليوم صفحة الاولى اثيوبيا تدفع اسرائيل الى واجهة الخلاف حول سد النهضة وفهمي لن نفرد في امننا المائي واخبار قوية وابتدينا نحس بحركه خلينا نبتدي بالخبر الابرز على مشتوى المنطقة كلها وهو المصري اليوم وحدة عربية ضد الارهاب وتحالف مصري خليجي وموقف من الخليج لم يحدث سابقا انا اعتقد ان هو اللي بيحصل دلوقتي هي معركة فيها مسلس احنا عندنا مسلس رئيسي مصر السعودية الامارات في معركة ضد النفوذ القطري في المنطقة معركة واضحة القطري ولا الامريكي لا القطري خلينا صرح قطري انا ضد المؤامرة هذا نفوذ القطري قطر ليها هذا القدر موثي قطر واحدة من اغنى دول العالم ده حقيقة قطر لديها اموال يعني فوق يعني بالنسبة والتناسب من السكان هي واحدة من اغنى دول العالم ان كان لم تكن اغنى دول العالم هل تصبحت الشيخة الموزة بتعكس اللي حضرتك بتقول خلينا نتكلم انه احنا في معركة دبلوماسية ضد قطر وانه جزء من هذه المعركة هي معركة ضد جماعة الاخوان المسلمين والمجموعات المتشددة في العالم العربي بمعنى انه في كل ركن من الاركان الاربع الرئيسية النهاردة في العالم العربي الاربع المسمينه المربع الحاسم للصراع مصر ليبيا اليمن سوريا هذا المربع الرئيسي في نفوذ للاخوان والجماعات المتشددة يتم تمويل عبر قطر وسنده الرئيسي وده عام الرئيسي هو قطر طيب المعركة بتدور في هذا المربع طيب الجديدة على الساحة بتغير قواعد اللعبة المنتظر ان احنا نوصل فيه المنتظر نوصل فيه المنتظر ان احنا نوصل عنده نقطة هيبقى مطالبة فيها قطر انها اما تاخد قرار واتجاه واضح بحسن النية يعني تاخد اجراء فعلي تنفس مطالب الخليج تنفس بعض على اقل جزء من المطالب يعني جزء من المطالب مثلا انها تسلم بعض المطلوب القبض عليهم من المصريين من السعودية والامارات جزء من المطالب انها تنهي دعم جبهة النصرة في سوريا وداعش اللي هي ربكة المشهد هل ده يحصل انا اعتقد لا مش هحصل دلوقتي وده معناه انه قد تتجه مصر والسعودية والامارات الى اجراء تصعيدي اخر في مواجهة قطر وده اللي هتصبت انا بتوقع انه هناك اجراء دبلماسي قد يكون يعني خلق البيان المشترك اهل قد يكون في تصعيد انا متوقع تصعيد وجزء من التصعيد هو تصعيد ضد الاخوان وجزء من تصعيد ضد الاخوان هو غلق الامكانية لوصول التمويل السيطاءة التكفيف المنابع تكفيف المنابع للاخوان والتنظمات المشددة في العالم العرب خلينا نرحق ناخد بقية الاخبار الاخبار الصفحة الاولى مفاجأة زعيم خريطة الاسكندرية الارهابية مدير عام بمديرية الامن اتشافت ان هو في الصفحة الاولى عنوانه في الصفحة الداخلية بتاعة الحوادث يعني مدير عام بمدير هو واضح انه موظف المالية انا قاريت الخبر هو مدير في المالية مدير في المالية وليس قيادة امنية خلاص وواضح انه ينتمي الى جماعة الاخوان وواضح انه هذه الخلية دي خلية كت مسؤولة حوالين تعرف اللي هي صفحة الفيسبوك اللي بتهدد الزباط بعد المظاهرات وليس خلية يعني هنا خلينا نتبقى اكثر دقة كمان سهل اخوة سهل حكومة اعلنت الاخوان جماعة ارهابية بس احنا لما وده ممكن يدينا الحلقة المفقودة في المعلومات اللي بتنشر على الانترنت يعني ده ممكن يكون هو دي الوسطة بالزبط انه موظف داخل الادارة مزروع بقى فترة طويلة وبقاله موجود هو موظف يعني هو مش جزء من الادارة الامنية يعني هو مزابط يعني ولا مدير امني يعني ولا حاجة ده موظف بيشتغل في الادارة المالية عنده اكسس على البيانات بتاع الزباط بيوفرها المجموعات الاخوان فبتنشرها على الفيسبوك الفيسبوك عشان فكرة التهديد للزباط بعد المظاهرات وبعد فضرة يعني الخبر ما يخلناش نتوتر قاوي يعني خبر لا يحمل اكبر لا يحمل اكبر ما خلوش نحمل اكبر من حاجة طيب بنتنقل برضو الخبر مهم جدا وكلنا حاسين بيه الاهرام الصفحة ال700 الامطار تغرق القاهرة والمحافظات وطبعا ازمة احنا عايشينها بقالنا سنين طويلة لكن الازمة بقى تطورت ليام دي مع تطور الشتاء والامطار والظروف وقد دينا نشوف تلد بس كان من المبهر اننا نشوف الهرداء انهار واحنا الغرقانين فأنا عارف انه دي مشكلة مش هتتحل بكرة ومش دلوقتي هنعمل نظام زي الدول تحت الارض وحاجات كده يعني خلاص لو كانت عمل كعمل من زمان لكن هو السؤال هنا الحلول هل في حل المطروحة هل رئيس الوزراء قد يجد حل لهذه الازمة المزمنة اللي ما بقتش يومين في السنة حتى لا يعزي ما كنا يومين يستحملوا مخلاص لكن اليومين بيبهدلوا الدنيا وفي بيوت وقعت في الصعيد ويعني احنا بنواجه أزمة سيول جديدة يعني اعتقد احنا كل خمس سنين بنواجه أزمة سيول تقريبا بالمتوسط العام لو شفنا آخر عشرين سنة احنا قدامنا كل خمس سنين بنواجه أزمة سيول احنا عندنا المرة دي أزمة سيول متوسطة مش أزمة سيول كبيرة يعني خلي بالنا ان احنا واجهنا من سنين أزمة سيول يعني مرعبة هذه أزمة سيول متوسطة بتواجه في الصعيد والغردقة بشكل رئيسي انا اعتقد انه المصريين متعودين على سيول وكانت تكاتبين في جزء يعني كتصص كتير خلاص انه احنا محتاجين بنية أساسية تواجه هذه السيول ده جزء رئيسي بس الجزء التاني انه احنا السيول دي ورتنا لازم تورينا ازاي الفقر في مصر وصل عند اني نقطة يعني لما تشوف مشهد القرى من ساحل سليم في أسيوت والبداري والقرى الصهيرة في صهاج هذه المنازل اللي لسه بتبنى بالطوب اللبن هذه المنازل لسه بتبنى بالطين هالحالة مع عدم موجود صرف صحي او مي القرى الاقصر فقرا في مصر خلينا فاكرين من عشر سنين او ثمان سنين عملنا مشروع القرى الاقصر فقرا في مصر وحصل بيانات واضحة لو نفتكر اغلب القرى الاقصر فقرا في مصر يتمركزوا فين سهاج السيوت انا وبعدين نطلع على الفيوم المينيا بانسويف السيول ازهرت لينا مشهد الفقر في مصر مش علينا مش هنقدر نواجه السيول بس لازم نواجه الفقر ده رقم واحد رقم اثنين احنا عندنا سؤال هندسي ماذا حدث في مطار الغردع المطار الذي يستقبل السياح المطار المفتوض المبنى خلاص ان يحصل يعني هد جزء في مطار الغردع ده سؤال هندسي يجب ان يحدث عليه تحقيق يعني ده واحد من اهم المطارات في مصر بالنسبة للسياح سي سؤال تاني مهم برضو يا سيد اكرم لو احنا عارفين مجرى السيل فين كل الدنيا اللي بتبقى عارفة مجرى السيل فين بتتخذ اجراءات واحتياطات عشان تحجب مجرى السيل السيل وتحصروا عشان ما يضمرش خبر تاني مهم جدا الشروق الصفحة الاولى والخبر اللي الناس كلها بقى يعني احنا عاديين مستنيين امتى بالظبط السي سي يقلل السكالة رسميا الاثنين المقبل وتقال اخر الاسبوع ده وبعدها يتقلق قد يتم تأجيله ودلوقتي في بعض الكلام برضو احنا كلنا همش عارفين من المصادر بس او كلام بنسمعه اخر اخبار عند حضرت لجنة انتخابات الرئاسة تبحث اصدار اللائحة التنفيذية للقانون اليوم وده من صحيفة المصري اليوم ماشي هبتدي من لجنة انتخابات الرئاسة من الخبر بيقول ايه بيقول انه قبل ما تصدر الدعوة الناخبين للإقتراع في الانتخابات الرئاسية لازم قبلها هتصدر اللائحة التنفيذية بس قبل ما تدعو الناخبين للإقتراع قبلها على الاقل على الاقل بـ 48 ساعة قانونا يجب أن يكون المشير السيسي مستقيلا من وزارة الدفاع قبل الإعلام بـ 48 ساعة لجنة انتخابات الرئاسة وفقا لخبر المصر اليوم بتقول أنها قد تتجه لدعوة الناخبين للإقتراع يوم 18 أو 19 أو 20 يعني نصف الإسبوع اللي جاي يعني كمان عشر تيام يعني إحنا لو هذا صدق خلينا أن إحنا هتدعو الناخبين للإقتراع يوم 20 مارس لازم يوم 18 بحد أقصى يكون المشير السيسي مستقيلا من وزارة الدفاع ولو يوم 18 ويوم 16 على الأساس ده جي الخبر بتاع الشروع الشروع بتقول إيه توقع يوم لتنين يوم لتنين اللي هو قدامنا قديه خمس أيام ستة أيام هو في المتوسط ده يعني هو في المتوسط ده يعني واضح أنه الفكرة هو التفسير هو يوم التين هيبقى 17 هيبقى 17 وده قبلها مش لازم يبقى بلابين بظلط يوم كان يبقى 3 تيام هي دي الفكرة إن يوم لتنين هيبقى إحنا بنتكلم في الحدود دي لأنه يا المشير السيسي أعلن صراحة يعني ألمحة كما يعني كما عجبني ما تشدت عنوان البي بي سي إنه هو لما قال أنا هنزل الانتخابات بس ما يقدرش يقول إن أنا هنزل الانتخابات لأنه لازال وزير الدفاع فالبي بي سي راحت عنوانة إيه؟ ألمحة لعزم خود الرئاسة خلاص المشير السيسي ألمح لعزم خود الانتخابات الرئاسة فلازم يستقيل إمتى؟ أعتقد من يوم الخميس ده لغاية يوم التلات حد أقصى في الفترة دي لازم هيكون المشير السيسي مستقيل من وزارة الدفاع أستاذ أكتم ألفي الكاتب الصحفي بشكرة جدا نورتنا شكرا مشاهدينا دي كانت نهاية فخرتنا وبكرر البقاء لله في شهدتنا وقتلنا في حوادث الطرق إحنا أكبر دولة عندها خسائر 1% من الدخل القومي بيروح في حوادث الطرق ربنا يسلم علينا كلنا والبقاء لله في كل من راحوا في الحادث صباحا هم حاجة وعشرين ربنا يكون فعون الجميع فقراتنا مستمرة معكم في نهرك سعيد بعد الفاصل انتظرونا